اشتركوا في القناة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا أرقام التواصل باتخبركم عنها الدكتورة لدى الملة صباح الخير تكلمي الحين على كيفتش قبل الله ما أقولك تسكت شوي ترأوي تسمع البرنامج يعني والله خالوا يعني أنا ما أعرف شو أقولك لكن من دخلات ما سكتت نبغي أنهيئ نفسنا للبرنامج شوي ما بقادري تفضلي الحين أرمسي شكرا ذكريهم برقام التواصل ذكريهم فريق العمل إن شاء الله شكرا شكرا خليت لي المايك يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع إن شاء الله يخلص هذا اليوم الجميل عشان ندخل على الويكن بسعادة ونستفيد من الويكن عشان نجد طاقتنا ونرجع للدوام إن شاء الله يوم الأحد بطاقة إيجابية وبروح عالي نذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسالة نصية على 4006 معنا اليوم في الإخراج نمر يا صباح الورد يا نمر ومعنا في التنسيق ميرا لغفالي أم خليفة يا صباح الورد إيستوي صباح الورد لما أشوف ويه ميرا لغفالي معنا في الستوديو وأكيد يقدم معي البرنامج اليوم زميلي محمود يعني ميرا المري صباحة مم بورد نجاة صباحة مم بورد النمر صباحة مم بورد هي تزيد على حديقة الورد ورد ومحمود صباحة شو إشطة عمومة تقول لي ميرا تخرب على بين الناس لا أنا ما أخرب عمومة توصيات تحمي من أمراض القلب والسكري معا اقترحت نتائج دراسة جديدة إمكانية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معا بنسبة سبعين في المئة من خلال اتباع سبع التوصيات تتبناها جمعية القلب الأمريكية وتستهدف هذه التوصيات الحد من تأثير عوامل الخطر التي تهدد القلب لكن وفقا لأبحاث جديدة من جامعة أوهايو تبين أن الفائدة الوقائية للسكري ضد السكري تتحقق أيضا وتتلخص عوامل الخطر إلى السبعة التي تهدد القلب وتستهدفها للتوصيات كالتعليق التدخين النشاط البدني الوزن والنظام الغذائي ومستوى السكر بالدم والكورسترول ومعدل الضغط وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية ديابتولوجيا ديابتولوجيا نقولها مرتين وربعة يعني السكري التي تصدرها الجمعية الأوروبية للسكري تبين أن تحقيق خمسة توصيات من السبعة يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة ثمانين في المئة وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي اعتمدت على بيانات الصحية لمئة مليون إنسان أن اتباع التوصيات السبعة الخاصة بالوقاية من الأمراض شو بتسوي الدكتورة؟ يخفض خطر الإصابة بالسكر سبعين بالمئة خلال العشر سنوات التالية للتعديل يعني بعد ما نلتزم خلال العشر سنوات الياية محمود هذا الكلام الدائم نحن نقوله هذا الكلام الدائم نحن نقوله ونشدد عليه هو نمط الحياة لاحظوا التوصيات كلها ما فيها استخدام ولا دوا كلها عبارة عن أنماط حياة اللي هي التوقف عن تدخين نشاط البدني الاهتمام بالوزن نظام غذائي مستوى التحكب ومستوى السكر بالدم والكلسترول ومعدل ضغط الدم وكل هذا عن طريق نمط الحياة نحن نحن نحاول بعد من خلال برنامجنا نتكلم عن واحدة من المبادرات اللي أطلقتها الهيئة في معرض صحة العرب ولكن خلينا نتوجه لفقرتنا الغذائية مع الأخة الشيخة السويدية خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي صبح كلها بالخير أختي الشيخة صبح كلها بالنور والسرور أخويا محمود عن شو بتكلمين اليوم اليوم بتكلم عن مادن الماكنيزيوم فضري وهميت سمحت حواركم قبل شوي عن السكر كيف نظام الغذائي يساهم في خفض السكري خطر إصابة السكري وأمراض القلب صحيح لأن الماكنيزيوم لا علاقة كبيرة بعد في تجنب في خطر الإصابة بهذه الأمراض صحيح مادن الماكنيزيوم مهل جدا للجسم ليش لأنه واحد من المعادن الأساسية في الجسم فهو يلعب دور في أكثر من ثلاثمية تفاعل أنزيمي في الجسم مثل تحويل الغذاء إلى طاقة ويلعب دور مهم في إفراز هرمون الإنسلين فبذلك ينظم معدل السكر في الجسم وأيضا مسؤول ومهم لأداء وظائف العضلات والأعصاب جسمنا يحتوي على حوالي 25 لين 50 جرام من الماكنيزيوم 60 بنمية منها تتركز في الهيكل العظمي والباقي موجود في العضلات والأسجل في سوائل الجسم مثل ما قلت الماكنيزيوم لفوائد عديدة مثل باقي المعادل الأساسية ومتقل أهميتها عن الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وغيرها من المعادل أهميتها أول شيء في صحة العظام فهو مهم جدا لتشكيل العظام والأسنان لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم وهذه نقطة مهمة لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم في العظام ويلعب دور في تنشيط فيتامين دال في الكلة فعشان كي ترتبط كمية الماكنيزيوم المثارية بزيادة كتافة العظام وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة عند كبار السن أو النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية وأيضا عن موضوع السكري من فوائد الماكنيزيوم اللي يلعب دور مهمة لما ذكرت أول شيء في عملية تقلاب الكربوهيدرات والغلوكول فينظم معدر السكر في الجسم فبذلك ممكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكري ولأنه يرتبط انخفاض الماكنيزيوم بضعف كفراز الأنسلين ويخفض حشاسية الأنسلين في الجسم ممتاز وين في مصادر الماكنيزيوم مصادر الماكنيزيوم بتكلم عنه بس ممكن بتأذكر عن الصداع النصفي وعلاقة ممتاز مع صداع النصفي أيضا لأن في السنوات الأخيرة الدراسات تشير أنه يجب معلقة مباشرة بالصداع النصفي فممكن يقلل أو يسكن الصداع النصفي وبعض الأطباء قاموا يستخدمونه كعلاج للصداع النصفي أيضا صحيح ونقطة أخيرة عن صحة القلب الإنسان كلما يتزم بأخذ كمية كافية الماكنيزيوم بيكون أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين فيرتبط ارتفاع مستويات الماكنيزي في الدم مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الثموية صحيح مصادر الكالسيوم مصادر عفوان الماكنيزيوم الماكنيزيوم متواجدة أكثر شيء متركز بنلقاها في المكسرات في مثلا البذور بعد متواجدة أكثر شيء في البذور مثل عباد عباد الشمس زبدة الفول السوداني فيها كمية عالية من الماكنيزيوم والخضروات مثل السبانخ يعني مثلا احتياج الثموية من الماكنيزيوم 300 ميلي جرام كرب واحد من السبانخ مثلا يعاد 150 ميلي جرام من الماكنيزيوم فالإنسان يقدر يحصلها بسهولة من الغذاء الصحي يعني كرب واحد شو نسوي عصير وشربها يعني ما نروم مثلا أوكيد يعني مخضروات صلطة كرب واحد السبانخ هي عصير في الماكرونة بالعكس السبانخ يعني لذيذ يكون فالسعوديز مثلا حين الناس قاموا ويشرقون يخلطون مع الفواكه أقول لك شيخة أنا عندي واحد خبير خلطات شعبية عبدالوهاب عبدالوهاب أكيد عبدالوهاب صباحك الله بالخير خليه يقول لك حين خلطاتها سبعي يا صباح الورد تفضل عبدالوهاب كيف صبحت من حييك ونحيي خطر الدكتار على هذا الملة وضيفتك اللي على الخط سيتها العافية نحييكم نحيي طاقة بالعمل والمستمعيل وكل إنسان مخلص موجود على الأرض الطيبة نتمنى لكل الخير والسعادة أنت تتكلمون عن السكر والقلب أنا أقول يعني راعي اللي قلبه طيب يعني راعي سوالف وراعي جرجشة وما ويعني ودايما اتسامتي تتبق كلامه هذا ما يجي القلب عنده سليم أنا أحترامي لوجهة النظر الطبية والتجارب والأبحاث اللي يستم فيه على مستوى العالم لكن الإنسان يعني يحتاج أن يكون طيب راعي طالف راعي جرجشة لا سكر يمكن ييه وقفة أخر لكن قلبه ما في شي القلب مثل ما قالت مكرسوم القلب يؤشى كل جميل يا سلام كل شي تشوفه حلو قلبك خلط ما ما يييك عبدالوهاب أنت صاحب قلب جميل وراع حبيبي أنت والله محمود أنا أنا يعني مفتقد لك يعني أنا بسرق حياة الصحة مفتقد لك وما في تواصل بينك الله يسلم كنا الله يسعد على تحد الفرصة شكرا عبدالوهاب لماذا تتواصل مع عبدالوهاب لا تتواصل لا تتحافظ على العلاقات عشان تحمي قلبك نرجع لموضوع حلقتنا أحسن هي شيخة شيخة عبدالوهاب يعطينا خلطة سرية اليوم لكن كان يتكلم عن أمراضي تفضلي شيخة كلمة أخيرة تريد أن توجهينا قبل أن نختم عن معدنة الماغنيسيوم كل ما أخيرة هو المفروض دائما نركز على نظام صحي متوازن يعني هذا باختصار دوم نقوله ليش لأنه كيف بنلبي احتياجاتنا اليومية للفيتامينات والمعادل بدون نظام صحي كامل في جميع الأغذية لأن المصادر مثل ما تتكلمنا عنها يعني موجودة في كل أنواع الأغذية فالواحد لازم ينوع دوم في أكله عشان نتجنب المشاكل الصحية صحيح شكرا لك خلطنا شيخ السويدي خصائية التغذية العلاجية في أية صاحب دبي شكرا على هذه الفقرة المميزة والمعلومات القيمة شكرا جزيلا دكتورة ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى المسنعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا دكتورة على 600551414 ورسائل النصية على 4006 هنا السلام عليكم صباحكم خميس ونيس دكتورة ندى ذكرتي من يومين عيادة للعناعي بالقدمين لمرضى السكري الحقيقة روعتيني سؤالي هو وين هذه العيادة وهل يوجد أكثر من عيادة مشكورين يا أحلى ناس وأحلى برنامج وابد الله موجودة في عيادة ند الحمر وعيادة البرشة زي ليش تروعين لوادب ما رو أنا قضي وعتني يمكن أنا شرت الوعي زي على طار السكر نحن في بداية الحلقة تحدثنا بعد كذلك عن هذه الدراسة الدكتورة اللي تكلمنا عنها أنها يعني تغيير أنماط الحياة تغيير أنماط الحياة ممكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية من مرض السكري الآن ما ننتقل إلى معرض صحة العرب في عندنا هناك مبادرة جميلة جدا تعرضها هيئة الصحة بدبي خلال هذه المشاركة في معرض صحة العرب وأيضا بالأمس كانت هناك يعني زيارة جميلة شرفنا بها سيدي صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله بتفقد يعني هذه المشاريع التي تعرضها هيئة الصحة ضمن مشاركتها في منتمر صحة العرب أيضا هذه الزيارة الدكتورة وحرص سموه دائما ما يؤكد على أهمية هذا القطاع الحياوي القطاع الصحي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صحيح إحدى هالمبادرات التي تستعرضها هيئة الصحة في دبي في معرض الصحة العربي وهو مبادرة عيادة أنماط الحياة التي تمشي مع درستنا لليوم معنا في الستوديو يتكلم لنا من في الستوديو عن طريق الهاتف عن طريق الهاتف الدكتور صلاح ثابت أخصائي طب الأسرة بهئة الصحة في دبي صباحك وكتور صلاح سامحنا كان خاطرنا تكون معنا فاتخيلت كانك معي في الستوديو بس ما علي موجود موجود معنا هي تتخيل وائد أشياء دكتور فأنت موجود معنا يعطيكم الأخي أخي محمود ودكتور عايشة وصبحكم الله بالخير نحي مستمعيننا صلاح أنت في أي مركز الدوم أنا في أيات المزهر أيات المزهر يعني ما مو بند الحمر خلاص أمورك طيبة لأن الدكتورة الندى مو بدكتورة عايشة يعني ما علي أنا وعايشة واحد تفضل تفضل دكتور صراح كلمنا عنها العيادة الجميلة عيادة الماضي حياة الصحية هي مبادرة مثل ما دلتم من حياة الصحة بدبي هدفنا الأساسي هو الوقاية من مرب السكري طبعا يتم التحويل لهاي العيادة عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية أو عن طريق تطبيق حياتي من المشاركة يسجل في أو يحمل تطبيق حياتي في التليفون وينسأل بعض الأسئلة من خلال هذه الأسئلة نقدر نعرف معدل أو مدى تعرض معدل تعرض للإصابة بالسكري النوع الثاني خلال العشر السنوات القادمة فإذا كان هذا المعدل المرتفع فيه خيار إذا يبايا يأخذ موعد في عيادة تنماط الحياة الصحية هذه واحد من الخيارات عشان تحويل للعيادة ممتاز فالفئة المستهدف دكتور صراح مثل ما قلنا هذه العيادة هدفها الأساسي هو الوقاية من المرض السكري فهي طبعا الأشخاص الأصحاء اللي ما عندهم سكري ولكن عندهم خطورة لإصابة بالسكري صحيح مثل الوزن الزايد أو السمنع أو معدل إصابة بالسكري نوع الثاني يكون مستفع صحيح ثلاثة في واحد هي عبارة عن أخصائي طب أسرة بالإضافة إلى أخصائي تغذية بالإضافة إلى المثقف الصحي صحيح فبهذه الطريقة نسهل عليهم ونختصر عليهم بدل ما يأخذ موعد عند كل تخصص الحالة الثلاثة موجودين في عيادة أنماط الحياة الصحية يشوفون المريض دايرك لي ثلاثتهم مع بعض يشوفون المريض نعم طبعا العيادة موجودة في نز الحمر في مركز البرشة صحيح جميل مواعيد العيادة طبعا مرتين في الشهر يعني كل سبوعين مرة صح والمواعيد مثل ما قلنا عن طريق التحويل إن شاء الله يعني أنا اللي أعرفها دكتور أنه بيتم التوسع في هذه العيادة وفي مواعيدها وفي أماكنها لتشمل يعني أكبر قدر من المرضى لأنه مثل مهمة جدا نحن ذكرنا في دراستنا أرقام خطيرة هذه الدراسة كانت على كم؟ على 100 مليون شخص يعني تعزز عندهم هذه السبع أنماط الوقائية رح نتخلص من هذا المرض بشكل كبير شاكرين لك دكتور صلاح على هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق دائم شكرا جزيلا شكرا لك نهارك سعيد شكرا نروح الحين إلى موضوع ثاني في برنامجكم صحة وسعادة تعتزم هيئة الصحة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء تنفيذ مشروع المسح الصحي للإمارة بهدف التعرف على الواقع الصحي في الإمارة والتغييرات والالتجاهات التي طرأت عليه منذ عام 2014 بنتكلم عن هذا الموضوع يصرنا يكون معنا اليوم في الاستوديو الأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي صباح الورد أستاذ خالد والدكتور حامد يحيى استشار البحوث والدراسات والتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي وصباح الورد أستاذ حامد دكتور حامد صباح نورتونا في الاستوديو نتكلم أولا مع الأستاذ خالد فكرة عام عن المسح الصحي العام لإمارة دبي أنا بس أبغي أبين للمستمعين الكرام أن الموضوع اللي ما نطرحه جدا مهم يهمكم جميعا مستمعينا أتمنى تركزون معانا خاصة سكان إمارة دبي بنعطيكم فكرة عن هذا الموضوع مع الأستاذ خالد الجلاف فكرة عن المسح الصحي الجهات القائمة عليه وأيضا فيها وايد أمور توعوية من نبهكم فيها من خلال هذا اللقاء أتمنى منكم تنتبهون معانا في هذا اللقاء أو اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال أو أي مداخلة يتصل فينا تفضل السيد خالد سامحني بسم الله الرحمن الرحيم بالعكس الملاحظة اللي ذكرتها يعني ملاحظة مهمة نتمنى من الجمهور الكريم اللي رح يوصلون الأعضاء فريق المسح إنهم يجاوبون معاهم وما يستغربون من وجود أفراد معاهم قوائم من الأسئلة اللي رح يسألونها لأن هدف هالأسئلة هي أن يتعرفون عن الوضع الصحي في إمارة جبي طبعا هذه البيانات الصحية ما تكون متوفرة عادة في المستشفيات ولا في المراكز الصحية من خلال العلاج اللي نقوم به في الخدمات العلاجية إنما نحن نستشرف المستقبل نحاول أن نتعرف على الوضع الصحي الوضع الاقتصادي اللي أيضا يأثر في العلاج نتعرف على أيضا البيئة التي يعيش فيها الأفراد المختلفين من سكان دبي وما ركزنا فقط على فئة إحنا رح نركز بإذن الله تعالى على كل فئات المجتمع نقصد العوائل الإماراتية العوائل الساكنة في أمارة دبي إضافة إلى فئة العزاب أيضا من عمال وغيرهم لأنهم هذين هم شريحة الشريحة السكان دبي فإذا أردنا أن نخطط تخطيط صحيح لابد أن نكون طبعا هناك نتائج متوقعة من هذه المسوحات هذه الجوانب الطبية إن شاء الله بيتكلم عنها الدكتور ولكن الجوانب الإدارية أو التنظيمية أولا رح نحصل بإذن الله تعالى على بيانات صحية محدثة حول الوضع الصحي لسكان أمارة دبي ذكرت أنت من 2014 إلى الآن حدث تغيرات كبيرة جدا في المجتمع فلابد أن نعرف شو هالتغيرات اللي صارت ثانيا أن هدفنا من البيانات اللي نجمعها أن نستخدمها لغراض التخطيط والتطوير وتحديث خدماتنا اللي رح تقدم لهم واللي رح تنعكس إجابا عليهم بإذن الله تعالى نحسن جودة الخدمات المقدمة لسكانة إمارة دبي وأيضا هذه البيانات تساعد في وضع السياسات الصحية وتساعد في أيضا دعم اتخاذ القرارات أنه لما نقول نحن نبغي كذا منشأة هذه مبنية على واقع الواقع هذا خرج كأحده مخرجات المسح الصحي ساعد هذه البيانات في بناء الاستراتيجيات الصحية استراتيجيات صحية ما تكون مبنية فقط على توقعات غير حقيقية ساعد أيضا في ترشيد الانفاق وتركيزه وأيضا ساعد في التعرف على خارطة الأمراض المحدثة والمنتشرة في الإمارة رح تساعدنا هذه نتائج البحوث والدراسات بنتائج أقصد المسح الصحي في أن رح نخرج بعدد كبير من الدراسات اللي رح تكون نتائجها عند الأطباء بعد ذلك في تقديم العلاج جميل هو مش مجرد يعني علاج لحالة مرضية إنما الطبيب رح يعرف بعد ذلك أنه الحالة هذه نتيجة بيئة لا سمح الله غير سليمة نتيجة ممارسات خاطئة تمارس في المجتمع صحية أقصد يعني يعني بتعطي أستاذ خالد رؤية كاملة شاملة لجميع يعني جوانب المرض عموما هذا من جهة من جهة ثانية أيضا بتساهم في اتخاذ القرار السليم الصحيح في طريقة العلاج نعم أبغي أتطرق إلى الجوانب الطبية بما أنك كنت فتحت المجال مع الدكتور حامد أهمية هذه المسوحات ذكر جانب واحد من هذه الجوانب السيد خالد اللي هي خاصة بالأطباء أيضا الجوانب الأخرى اللي ممكن أن تساهم في تعزيزها مثل هذه المسوحات بالنسبة للأطباء أعطيكم العافية نحن بالبداية نشير إلى أن الأنظمة الصحية الحديثة بالعالم صارت تعتمز على نظام معلومات دقيق النظام المعلومات هذا ممكن يتوفر من مصادر معينة وحدة من أهم المصادر التي توفر نظام معلومات للأنظمة الصحية بالعالم هي المسوحات المسوحات الميدانية المباشرة وهذه المسوحات عندنا نوعين من المسوحات فيه مسوحات محددة لتشمل أمراض معينة وفيه مسوحات شاملة المسحة التي ننوي تنفيذها في هذه المرحلة هو مسح شامل سوف يغطي عدد كبير جدا من المؤشرات الصحية الخاصة بسكان دواء هذه المؤشرات قسمها مؤشرات تتعلق بالأمراض المزمنة ومؤشرات تتعلق بالأمراض المعدية ومؤشرات تتعلق بالأمراض النفسية ومؤشرات تتعلق بصحة كبار السن ومؤشرات تتعلق بالتلقيحات والتطعيمات مستوى التغطية بالتلقيحات والتطعيمات ومؤشرات تتعلق بالإنفاق الصحي ومؤشرات تتعلق بجودة الخدمات في عدنا عدد طيف واسع وكبير جدا من المؤشرات اللي راح تكون لها أهمية كبيرة جدا مستقبلا على واقع النظام الصحي في إمارة دبي من حيث أنه راح يوفرنا هذا الكم الهائل من قاعدة البيانات اللي على أساسها راح يصير عملية التطوير وعملية بناء نظام صحي يعتمد على الدلائل ويعتمد على البراهين المستقاط من الواقع الحقيقي يعني احنا راح ندخل إلى البيوت ونتعامل مع الأسر ونتعامل مع الأفراد مباشرة وسنقوم بعملية ملء استمارة فيها عدد كبير من الأسئلة تتعلق بالواقع الصحي المباشر لأفراد الأسرة وكذلك سنقوم بعدد من الفحوصات أيضا اللي هي تتعلق لأفراد منتخبين من العوائل ومن الأسر تتعلق هذه الفحوصات بالقياس الطول والوزن وكتلة الجسم ومحيط الخصر ومحيط الورك وسحب عينة من الدم لأغراض السكر فلدينا الحقيقة عدد كبير هذا المسح سيوفر لنا أرضية واسعة جدا من المعلومات ذات الجودة الكبيرة التي سنستخدمها في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد لغرض تطوير النظام الصحي بأكمله في إمارة دبي مما ينعكس على صحة السكان القاطنين في إمارة دبي مستقبلا جميل نحن نتناول العديد من الجوانب الثاني دكتورة بس ما نطلع فاصل عقب الفاصل إن شاء الله منكمل ناخد معلومات أكثر عن مسح الصحي هذا فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة مستمرين معاكم قبل نرجع لموضوعنا الخاص بالمسح الصحي في إمارة دبي هنا بس سؤال على السريع صباح الخير ما شاء عيادة حق الوقاية من ضغط الدم يعني ضغط الدم مرتفع وما بأبدا ما بأبدا ما بأبدا بحبة الضغط ما يستوي لا ما في عيادة لوقاية من الضغط لكن ترى في الضغط أحيانا يكون يسمونه يعني ما لا سبب ما لا سبب داخلي يعني فإنت إذا ضغطك مرتفع لازم تأخذ الدوة لأن ارتباع ضغط الدم وأحد أسباب الإصابة يساهم حارب الجلطات وأمراض القلب فما نتاهم في الموضوع جماعة في الضغط ويأسر على العمل الكلا أيضا أواحة في الميرس ويقول طلقها طلق منه من يرتبع ضغط الرياء قال أطلقها بعد أن نحمل التحامل على الحريم خلنا نجب على المسح الصحي نرجع للمسح الصحي المسح الصحي بعد يتناول ضغط الدم بتناولون مشاكل سرية ما بين الجمهور بعد دكتور قالوا مسح صحي يا محمل مجتمعي نحن المسح هذا بس نرجع نذكر مستمعينا أن المسح يقام بالشراكة مع مركز زبيل الأحصاء ما بين هيئة الصحة ومركز الأحصاء هذا المسح من أهمية الكبيرة أنه بيحافظ على صحة المجتمع ككل فعشان شيء نقول لكم يا جمعة الخير بيكون في عنا مسح صحي خلال الفترة من كم لي كم سيد خالد؟ رح يبتدي إن شاء الله بتاريخ 6 فبراير 6 فبراير لمدة 40 يوم لمدة 40 يوم 6 فبراير يعني بيخلص تقريبا يمكن 15-3 أو شيء شيء لنص مارس ممتاز دكتور أوساء خالد حين لو نتكلم عن هذا المسح في ظل وجود مثل هذه المسوحات الواحد صراحة يتعايز يرد على كل هذه الأسئلة وكل هذه الأشياء ولكن نحن ننبه أن المسألة هذه جدا مهمة بالنسبة لهم ولكن هناك العديد من الممارسات الخاطئة التي تصاحب هذه المسوحات بمعنى في ناسيون ينتحلون هذه الشخصيات الحكومية أو الباحثين أو كذا هذه لازم نحذر منها ونقول أن معظم المسوحات ستكون ضمن فترة زمنية معينة في آلية العمل ستكون واضحة بالنسبة لنا فخلنا نوضح للجمهور كيف يأتون هؤلاء المعنين وكيف يتأكدون الماسخ معتمد؟ طبعا أولا عندهم رسائل رسمية بهذا الخصوص يعني هم يمثلون جهة حكومية وهذه الرسائل توضح أهداف المسح المسح ممتاز ثانيا عندهم بطاقات توضح أنهم أيضا هذه الناس معترف بهم يعني ثالثا حتى لو واحد ينتحل يعني ما رح يقدر يعني يأخذ المعلومات العلمية لأنها كلها الأسئلة مرتبطة ببعضها بعض إلكترونيا ومعهم طبعا كل واحد مع آيباد رح يجيب على الأسئلة من خلال السؤال الإلكتروني هي مش أوراق صحيح إنما هي يعني جهاز لوحي لوحي موجود ويجيب على السؤال وفيجاوب وهؤلاء الباحثين بدأنا تدريبهم يعني أو تحديث معلوماتهم بالأحراء هم متدربين ولكن نحدث عن علوماتهم ابتدينا من أول أمس التدريب ومستمر إليه يوم 6 فبراير رح يكون تدريبهم على حتى آلية الدخول للبيوت كيفية احترام الخصوصية سرية البيانات وكيفية السؤال كيفية أخذ البيانات بدقة لأن كل معلومة خاطئة تؤثر سلبا على نجاح المسح كذلك الأمر أنه هؤلاء الباحثين يعني هدفهم وهذا اللي أنا أرجوه من الجمهور الكريم هدفهم مساعدة الجمهور من خلال البيانات هذه في أخذ بيانات صحيحة تفيد في التخطيط لهم بشكل أفضل نعم تفيد بأنه نوجد خدمات طبية بإذن الله تعالى أحسن هذه البيانات وإن كانت طويلة ولكن ليصبر الجمهور الكريم ليصبر مع هذا الباحث حتى يعطيه كل الأسئلة المطروحة إجابات عليها لأنها متطلب لتطوير خدمات له صحيح متطلب من الحكومة متطلب مننا نحن متطلب منه هو وليس يطالب أننا دائما أننا نحسن طيب كيف نحسن إذا أحنا أنت ما تتعاون معنا ما تتعاون معنا نأخذ حمدة دعونا نسمعها أستاذ خالد حمدة صبحت الله بالخير صبحت الله بالخير صبحت الله بالخير خير والعافية حالكم بوي خير الله يسلمك تفضلي وشو دكتورتنا لك اليوم أنت وهي تطلعوا لي على الشاشة وأصوركم أصوركم ولا ما صوركم ممنوع صوري صوري خذي راحتك على رأي عادي خذي راحتك الله يرضى عليكم يرضى فيكم والصحة والعافية ما شاء الله لا لا أنا تابعكم قبل نسلس الأخبار ما لا تدبي أتابعكم يا حياتي تطلعون تابعون اللي عن ما دري شو أنا ما دري شو خارفون تخبار زي يخربطون عليه شو ما تعريز يا أظه ولا تتوون شي وقالت يا الله نحنا حين لو ما نسوي هالأمور هذه ما ارتحنا صابقة صابقة سمحوني عادة نتراني شوية حبة لا خذي راح بزما ما اتصلت فينا أصلا نحن نستانس هذه الرسالة اللي طررت ريال لكم نعم يقولوا أني أنا يرتفع عندي الضغط وما هو بقى أكل حبوب هاي منذين وما جاوبت ما شاء الله عليه أنت جاوبت جاوب حلو لا أنا ما جاوبت قال لا مع السلامة ما جاوبت لا تأخذيني جاوبات أنا سؤاله خاطي إجابة محمود أموي وجابتي أنا ما أخطي فيها هاي ما عاشا أقول لت أترا نحنا نحن هم يشجع شجعهم على الشيء هذا لا 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 ما شجع نعم يخبر انتين أنا عندي سؤال آمري 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 عنديك ضالم حبيبي أنا حين يوم أصير الدخترة ما يرون الضغطي مرتفع نعم ويوم أرد البيت ما عندي ضغط ويوم يبحثون وهذا يقولون يتقولون أنت ما عندي تضغط ليس ضغطك يرتفع شو السالفة بس في الدخترة أموي يكون ضغطة عالي يوم تردي البيت قيسين أمر ثاني يكون عادي اه لا لا عادي طول الأسبوع عادي لكني ما روح هناكي ومامي متوترة بس ما عارف شو يرفع الضغط يوصل لفوق هلاكي يوصل 159 149 اللي فوق واللي تحت يوصل 90 وفي البيت كم يكون يقول لي انتي نسبة بسيطة عند اشتاك انتي ما عندي تضغط في الفحص الهني وماذا بالامارات وبره يقولوا انتي ما عندي تضغط ليش يرفع الضغط ليش تتوترين اقول لي انا مش متوترة انتي ما عارف ليش يرفع الضغط شو السبب ان شاء الله ما يتسمعي الاجابة فالت طيب انتي قلت لهم جاوبتهم شو قلت لهم قلت لهم عيالة مبارك داخل المخ عشان تيما اروح المستشفى ارفع الضغطي يزاج الله خير اشكرو ايه 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 اروح هناكي ارتفع الضغط يوما ارد البيت يوصل 130 120 80 79 حديث الحمد لله اني في ايه ضغط ولا اكل الموالح ولا اكل هالشياء هاي اثارة سمتها فيما شواي وعايشي ابيض ماشاء الله الحمد لله الحمد لله الله يباريك الصحابة العافية وما تشوفي شر فعليت مسموحا مستهنسنا ودخلتت معانا اليوم الله يرحمنا أنا ابنت الحدادة ما أطلع كل يوم لو أطلع كل يوم بداخلوا وياكم كان المشكلة حينها الحمد لله رب العالمين حين أنا مرتخوية متوفية الله يرحمنا ورايح تلهم المغسل بوظبي هذا سمعت المناقش قلت يلا خليني الشباب من الزمان ما سلمت عليهم ولا توجدهم الله يسلمت يا حمد وحسن الله أزاكم مشكور على الوداء شكرا جزيلا حياة الله نهارك سعيد طيب نجاوب على السريع وما نرجع لموضوعنا لموضوعنا مهم طبعا ارتفاع ضغط الدم عند بعض المرضى لما يروحون على ذات الشي طبيعي لأن المرضى يسير ويقعد يتريد الدكتور وحتى لو يحس مو متوتر أحيانا يرتفع الضغط لكن القراءة التي تقولها أمي مو قراءة بسيطة فأمي أنصحك أحيانا ممكن جهازك ما للبيت ترى ما يقيس عدل الأفضل الأفضل تيبين جهازك العيادة وتخلي المرضى تقيس لك الضغط بجهازك وجهازنا ونشوف الفرق بينهم عشان نسمحنا لو كان في ارتفاع ولو بسيط في الضغط نعطيك النصايح لتسوينها ونقدر الناس خافة تقول دكتور عطل بيقول دوا حيث ما لا نحتاجين دوا بس تغيير بسيط في نمط الحياة شكرا جيد دكتور سامحونا دكاترا دايما البرنامج نقوله هذا للجمهور الجمهور لها الأولوية دايما حتى في طرح المواضيع اللي نغطيها عموما دكتور حامس شو هي الفئات اللي أو المؤشرات الصحية اللي راح يغطيها هذا المسح الصحي شو اللي يضمنه من فحوصات إذا كانت هناك أيضا فحوصات بتسوونها أثناء هذا المسح في حوار قبل البرنامج عرفت أنه أيضا ممكن أنكم تاخذون عينات من الدم أو شغلة شكة بسيطة بتكون حك السكر حك كذا شو اللي بيصير أثناء المسح الفئات المستهدفة احنا الفئة الرئيسية المستهدفة في إمارة دبي هي كل سكان دبي راح نقسم سكان دبي إلى عوائل وتجمعات عمال وإلى آخرية بالعوائل راح ننتخب أفراد من العوائل أفراد منتخبين راح يشمل العين أفراد من الأطفال من سنة إلى ثمنتعاش وعندنا راح ننتخب أفراد من ثمنتعاش إلى تسعة وخمسين ثم سكستي بلاس يعني أكثر من ستين سنة كبار المواطنين كبار المواطنين نعم فراح يكون عندنا كل أفراد الأسرة وسيتم انتخاب أفراد منهم للاستجابة إلى الاستبيان وأيضا راح يكون عندنا أشخاص منتخبين للحصول على عين الدم منهم لأغراض لأغراض الفحص على مرض السكرية نحن مرض السكرية وإحنا من أهم التحديات في إمارة دبي ولذلك نقف على واقع الحال بشكل دقيق ومن الميدان حتى نحدث البيانات التي عندنا وحتى نبني عليها خطط صحيحة وقوية وتساهم في عملية إنزال مستوى شيوع وانتشار هذا المرض بين سكان إمارة دبي فإذن هذه الفئات المستهدفة وعدنا فئات العمال أيضا راح الباحثين يزورون التجمعات العمالية ومحددة لهم عن طريق عملية النمذجة يعني صارت عملية النمذجة تحديد العينة وأفراد العينة المشمولين تمت عملية التحديد من قبل مركز دبي للإحصاء من قبل مهارات إحصائية خاصة يعني تم الاتفاق عليها فإذن الباحثين يروحون مباشرة إلى ميدان ويعرفون الناس اللي راح يلتقون بهم وبكل بساطة وبسهولة راح يصير عملية يعني استجوابهم على أساس الاستبانة الموجودة لدى الباحث وأخذ المعلومات كاملة الآن في عندنا فريق آخر هو فريق الممرضين يتكون من 20 إلى 25 ممرضة تقريبا هذولا أيضا من هيئة الصحة في دبي مدربين وسيتم عملية تحديث معلوماتهم أيضا مرة أخرى وهم قادرين على أداء واجباتهم بشكل صحيح ومضبوط جدا اللي هو راح تضمن العملية قياس الطول وقياس الوزن وقياس كتلة الجسم وقياس محيط الخصر وقياس محيط الورك وأخذ نموذج من عينة الدم وكل هذه العملية راح تكون عملية سهلة وسلسة وبسيطة ومسيطر عليها وإحنا نتوقع أن تكون عملية سهلة جدا يعني بدون أي هذا نشوفه فحص مجاني بعد قريب من أنه يكون فحص مجاني راح نعطي النتيجة أيضا للناس اللي راح نسحب منهم دم تعهد بيعطاهم النتيجة يعني عقب ما تساوي الفحص الناس بالعادة ترية نتيجة أو توصية نعمل لهم اس ام اس على تتصلهم النتيجة ونقول لهم شو معنى هذه النتيجة راح نعطيهم احنا راح نسوي اتش بي وان اي سي اللي هو سكر التراكمي لأخذ ثلاثة أشهر تمام وهذا راح ينقسمه إلى مجاميع المجموعة الأولى من هذا المستوى إلى هذا المستوى ماذا يعني من هذا المستوى إلى هذا المستوى يعني إلى ثلاث لفلات ونبعث للي للي أخذنا من عينة نبعث لكم طلع المستوى مالته وماذا يعني هذا المستوى برسالة نصية برسالة نصية ممتاز يعني محمود يعني هاي خدمة اكسبرس توصل لليل عندكم في البيت نسوي لكم مسح صحي ونشوف معدل السكر ونطرش لكم النتيجة يعني بالعادة لما ستوم مسوحات الواحد ما يحصل للنتيجة بس هذا ممتاز في توصيات بيكون موجودة في الرسالة أو تنعطى في ذاك المكان أو ما بيكون في أو توصيات ببط احنا نفسر للنتيجة ماذا يعني وننصحها إذا كان يحتاج أن يراجع الطبيب ممتاز شي جميل صراحتا يعني طبعا بالنسبة للتوصيات العامة هذه تخرج بعد نهاية المسح نعم يعني تأخذ لها فترة زمنية لتنزيل البيانات هذه في البرامج الاحصائية ومن ثم عمل الدراسات الاحصائية عليها يعني أنا أقول للأهالي اعتبروا هذين الباحثين ضيوف عليكم صح ضيوف يايين يخدمونكم صحي الأسئلة هذه يعني عطوهم من وقتكم وهي مرة في العمر مرة يعني ممكن لحد منهم جدياه قبل الباحث وفي حد ممكن ما ياه يعني صحيح نهني نتكلم عن 2800 أسرة نصهم من المواطني ونصهم من غير المواطنين نعم إذا ياك واحد يبغي يخدمك يبغي يعطيك معلومات يبغي ياخذ منك بيانات هذه البيانات ثقوا تماما أنها بيانات سرية صحيح ثقوا تماما أنها لن تعرض على أي حد ما أحد بيعرف أن هذه بيانات محمود أو هذه بيانات الدكتورة هذه راح تكون سرية تامة تطلع كأرقام في النهاية صحيح بياناتي أنا ممكن تكون سرية بياناتها ما أظنى دكتورة بتخبر كل حد هذا من بينكم يعني ولكن يعني القصد من هذا يعني صحيح ممكن تكون بيانات أو أسئلة طويلة ولكن والله تقريبا كم يأخذ يعني كل السبيانات على ساتة سعدكم هيئة نفسها على أساس الواحد يهيئ نفسها دكتور يعني الأوقات عملية تعاون نعم وسلاسة في عملية يعني بتتم ساعة ساعة ونصف ومن أي ساعة لأي ساعة ساعة ونصف مع الفحوص مع كل شيء بتكمل العائلة كلها لا مش الفرد آآ أوكي العائلة مقبول لأنه في على حسب حجم العائلة يعني في الاستمارة عندنا أفراد منتخبين أفراد من أعمار صفر إلى ثمونتعاش من ثمونتعاش إلى تسعة وخمسين أوكي من ستين فما فوق نعم فإذن هو راح يأخذ أكثر من فرد صحيح فحتى يخلص كل ذوله ونسحب له يعني يحتاج هذا الوقت وفي الزيارة الوحدة كم باحث بيكون أو باحث مع ممرضة كم شخص مفوض بيزور العائلة هم العدد الكلي للباحثين بحدود مئة مع مشرفين راح ينقسمون إلى ثمونتعاش فريق كل فريق يتكون من ست خمسة إلى ست أفراد ويغطون مناطق الجغرافية المختلفة في مرة دبي حسب العينة طبعا نحاول قد المستطاع أن نتجنب اللي كان يصير في بعض السنوات السابقة مثل شو يعني أنه كثير من العائلات تغلق الأبواب أمام هؤلاء ما تسمح لهم بالدخول أخي العزيز أخت العزيزة من يطرق بابك لأجل المسح الصحي يهدف خدمتك صحيح فرجاء لا تغلقوا الأبواب أمامهم لا تغلقوا الأبواب أمام بيانات راح تفيدكم أنتو صحيح راح تكون في مصلحتكم هذا الموضوع المهم جدا أنا أتمنى أنه من لاقي ولا بيت يغلق الأبواب لأنه في النهاية هذا اللي ياي ما هو بعدوك وله ياي يعني يضيع وقتك صحيح إنما هو مسكين بيطالع من وقته ومن بيته ومن كذا وحامل الجهاز اللوحي ويدور فيه مسكين بالضبط نعم بهدف أنه يجمع أكبر كمية من البيانات اللي تفيد في عملية المسح الصحيح وأعتقد أخي خالد لو يعني الناس يكون عندها وعي أن هالمعلومات حق صحة عيالنا يعني الخدمات الصحية الحملات التوعوية أي شيء نقدر بنطوره ما نقدر غير أن نعتمد على الأرقام وهذه الأرقام اللي بتفيدنا طبعا ففكروا يا جماعة في صحة عيالنا هاي ساعة نحن بنعطيها من وقتنا ولا الضيفون هم يعني شاي وقهوة ممكن بعد نعطيهم فعلة كلهم يعني ما يبون منكم ولكن نبات تعاون أهم شيء بعد نركز أن يعطوهم معلومة صحيحة يعني ما يقول الله مثلا يقول لكم عنك تاريخ مرضي السكر يقول لا ما عندنا مثلا تاريخ وفي عندهم تاريخ عائلي للسكر فنبات الناس تتعاون أن ترحب فيهم وتعطيهم معلومات دقيقة عشان تطلع النتائج صحيحة جميل دكتور حامد أنا أعتبر هذا المسح زي ما يقول التزام وطني صحيح كل الناس معنيين به لأنه بالنتيجة النهاية رح ينعكس على سمعة دبي وينعكس على سمعة النظام الصحي في دبي وإحنا في خططنا المستقبلية نطمح أن يكون نظام الصحي في دبي نظام رصيين وقوي ومنافس عالميا حتى يجذب عداد كبيرة جدا من الداخل ومن الخارج شاكرين لكم أستاذ خالد الجلا ودكتور حامد على هذه المعلومات المهمة والقيمة أيضا نحن نضم صوتنا لصوتهم يا جماعة الخير الدول المتقدمة تقاس بمدى وعي وإدراك سكانها بأهمية وجود مثل هذه الدراسات والمسوحات الطبية اللي بتساهم في اتخاذ القرارات الصحية السليمة وبتساعد متخذي القرار كذلك لتوفير خدمة أفضل لكم جميع النتائج اللي بتكون في هذه المسوحات سرية غير قابلة للتداول تأكد أن كل ما بتقوله في هذا المسح بشفافية وصدق بساهم في تطوير الخدمات الصحية دكتور قابلة إذا تسمح لي بس نمر لنا دائما نقول برنامج للجمهور يقول صباح الخير عندي ولدي من يومه صغير يعاني من حساسية على الجلد وعطاني الدكتور كريم الكيو تي فيت ليل آخر المسج أن هذا الكريم إذا يستخدمه دكتورة زين توقف الحساسية إذا من يوقف ترجع الحساسية لازم نشوف طبيب الجلدية يعاف شو سبب الحساسية هناك مهيج الحساسية ترشاف يقول أعطاه هذا الكريم يعني شو يسويه يغير الدكتور لا يغير الكريم لازم يلاقي تشخيص زين إذا الكريم يعني سوي شغله بعد شو بتسوي بعد حسن لازم شي يعالج الحساسية ما يسوي ترجع نفس قبل فأنا فضل تأخذ استشارة طبيب آخر يعطيك تشخيص عموما شكرين لكم مستمعين ما نتواصل بعد كذلك معاكم على مدار الأيام القادمة بالمخطط الخاص بهذا المسح ومن وافيكم بكل ما ممكن يشكله هذا المسح من أهمية شكرا جزيلا لكم نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نتمنى لكم جازة سعيدة شكرا لتش ميرا لإخفالي كانت معنا في التنسيق شكرا نمر محمد عبدو رقت في البرنامج نمر صاحب يا أنا زيد دكتورة شكرا جزيلا لك عفوا جزيلا لك نلقاكم أطلع الأسبوع القادم حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي